اشتركوا في القناة كما تشوفوا معايا هي عبارة عن بسطيلة اللي كتجيزوينة وكتتحضر بابسط المكونات وكتعطاك هاتشكل اللي كتشوفوا معايا وغادي نشاركها معاكم اليوم ودبا غادي نتلقى معاكم ان شاء الله باش نشوفوا المقادر وطريقة التحضير غنبداو باسم الله عراء بركتي الله بالنسبة لبسطيلة اللي شفتوا معايا راني حضرت جوج ديال بسطيلة نفس القياس غنحتاجوا ربعة جاجات مغسولين ومنقين مزيين بالنسبة للعناصر اللي غدينستعملوا معا الجاج انا غدينرقضوا ليلى كاملة غنستعملوا الزيت البلدية غدينستعملوا كاز ديال ما بالنسبة للعطرية غدينناخدوا الخرق ومعرق الليبزار الكامون سكينجبير وغدينستعملوا التحميرة وغدينضيفوا ايضا شوية الهريسة جوج دمى ديال وصعفران وغدينناخدوا البودرة ديال التوم شوية ديال الملح سوف نستعمل جوج مع الكبار ديال لي قامت الحوت البيضاء وعادة سوف نستعمل التومة العادية واخر سوف نستعمل بودرة ديال التوم سوف نستعمل بودرة العادية حكينا التومة في البول اللي انا سوف نرقد فيه هذا الجيش وضفنا عليه ذاك الكاس ديال ما كما شفته معايا سوف نضيفه ضامة ديال الزعفران وعطرية ديالتنا بالنسبة الخرق ومعرق سوف نضيفه ثلاثة المعالق صغار لانني عدي جوج ديال الاربعات ديال الجاجات عفوا لانني سوف نحضر جوج بسطيلة من الحجم اللي شفته معايا في الاول سوف نستعمل الايبزار حتى هو جوج معالق صغار سوف نستعمل سكينجبير حتى هو جوج معالق صغار الهريسة خديت غير جوج معالق صغار سوف نضيفه حتى هو جوج معالق صغار حتى هو جوج معالق صغار سوف نضيفه حتى هو جوج معالق صغار سوف نضيفه بسحن سوف نضيفه من بعد قليل سوف نضيفه حتى هو جوج معالق صغار سوف نضيفه اضفت تقريبا كاس خور ديه الماء وغاد نخلط العناصر ديه التجاج كله غاد نرقده في هاد لقامة اللي شفتوا معي وغاد نخليه ليلة كاملة اترقد را غيعطيكم واحد النتيجة زوينة بالنسبة له هاد بسطيلة هاد اللي قدرتوا له هاد تشكل كيما شاركتوا معاكم صافي غرق الدجاج ديه اللي مزيان في هاد في هاد المقادر اللي شفتوا معايا صافي بعد ما رقدته غدي نغطيه ونخليه مرقد حتى الغد الصباح عادة غدي نبدو نطيبه فيه بالنسبة الزيت البلدية غدي نخليه حتى الغد مني نديرو الدجاج في الطنجرة عادة غن نقول لكم الوقاية اللي غنضيفو فيه الزيت البلدية بالنسبة للبصلة اني قررت جو كيلو ديه البصلة قطعتهم قطع صغار وعادة غدي نستعملهم معا الجيج هانتو ما جو كيلو ديه البصلة في القيز ديال هاد ربعه الجيجات اللي نستعملتهم صافي غدي نعمل الجيج ديالي كله في الطنجرة كما شفتوا معايا فحل هاكو وغدي نغسل الطاوة اللي نعملت فيها الدجاج اللي أنا بيتو فيها كنغسل ديك اللي قامة كاملة صافي نديرو فوق البوطة حتى كي بدي تشحر ليه مزيان كي ما كتشوفوا معايا كي بدي تجالب ليه ذاك الدجاج غدي نجيب واحد فورشيت وغن نقلبو في الدجاج ديالنا مزيان في ديك اللي قامة وكان نقوي على هاد المنوال حتى كي تشحر لينا ذاك الدجاج مزيان في ديك اللي قامة كي تضغمر لينا دابا بعد ما تضغمر لينا مزيان غدي نضيف كاس ديال زيت البلدية راني ما غنستعملش الزيت الرومية غدي نستعمل غير زيت البلدية في هاد بستيلة وغنضيف الماء الكافي اللي غي طيب ليه في هاد الدجاج صافي اضفت الماء الكافي دا بغن نخليه الدجاج ديالنا حتى يطيب لينا الدجاج ديالنا بعد ما طاب ليه الدجاج هانتو ما شوفوا الشكل دياله كي كي ولي هانتو ما كنمسوا بان الحم كنصيبو طاب ديال الدجاج غدي نضيف حامضة معصورة غير حامضة واحدة معصورة ما غنضيفيش بزير لقياس اللي استعملت هاده هاده خرج ليه جوج بستيلة استعملت كحامضة واحدة لكني بغت تستعملي بستيلة واحدة غديري نص المقادر وغرت جوج ديال حامضة تمسيرين قطع صغار وغدي نرد من فوق البوطة حتى يغلالي يمزيان وهديك ساعة نتلقى معاكم بالنسبة للعناصر اللي غدي نضيفها مع الجيش غدي نضيف الفرميسيل وغدي نضيف الزيتون مقطع الفرميسيل راني استعملت الباكية اللي فيها سبعة وزيتون مقطع استعملت نسكيلو ديال الزيتون مقطع بالنسبة للشامبينيا ونواغ شريط القياس 300 ريال ديال الشامبينيا ونواغ مقطعة المعدنوس حتى هو قطعتو بالنسبة للشامبينيا والعادي استعملت جوج عولب ولا صلصة ديال الحوت وصلصة السوجة والحار وبالنسبة الزيت البلدية حتى يغنضيفه منا واحد شوية غنضير واحد الإضافة شوية ديال الزيت البلدية سوف يدو مالعناصر اللي غدي نضيفه على فرميسيلة ديالتنا دابا بعد ما طابلية الجيش كي مشتو معايا غدي نحاول نحيدو من الطنجرة وعادا غدي نتلقى معاكو باش نشوفو التايمة ديال الوصفة سافي بعد ما حييت الجيش ديالي هانتو ما اه ثكى ديك ديك السلصة اللي بقاتلي ديال التجاج خاساولا بودا ما توكح ليه مزيان غادي نرده فوق البوطاء احتكاتو كحلية تماما هانتو ما شوفو وراني ضفت تقريبا نضيف المعدنوس نضيف المعدنوس نضيف المعدنوس نضيف زيتون مقطع نضيف المعدنوس نضيف المعدنوس جميعا نضيف المعدنوس لكي نضيف المعدنوس هانتم اشرفوا الشكل ديال الدغميرة ديالتنا كيولات كتخليوها حتى كتشحر ليكم مزيان تكتعود هذيك الزويتا كتجالب ليكم من الفوق دبا غادي نضيف واحد ثلاثة المعالقة كبار ديال ماطيشة ديال الحوك ما اذكرتاش معاكم في الاول غادي تديري ثلاثة المعالقة كبار وتحركي حتى تجانس لك هذيك ماطيشة مع ديال العناصر اللي دفتي في الاول هانتم ما شوفوا الشكل ديال الصلصة ولا ديال الدغميرة كي كتكون كتكون واك حمسيان ومجموعة غادي نضيف داب الشومبينيون ونواغ وغادي نضيف الفيرميسيل بالنسبة للشومبينيون ونواغ اني شريت علبة ولكن تشري ديال العبار حاولي يشري 300 ريال و للعلبة غادي نضيف جوج علب ديال الشومبينيون ونواغ بالنسبة للعلبة غادي نضيف جوج علب وبالنسبة للعبار غادي شري 300 ريال بالنسبة الفيغميسار راني استعملت العلبة الباكية اللي فيها سبعات المرسوات هي اللي شريتها استعملتها في هاد البسطيلة جوج السبعات المرسوات ديالة الراوز هي اللي استعملت في هاد البسطيلة هادي ضفت واحد اربعات المعالق كبار ديالة سوسوجة وغادي نضيف الصلصة ديال الحوت بالنسبة الصلصة ديالة الحوت حتى هي استعملت منها ربعات المعالق كبار وغاد نضيف الهريسة ديالة بالنسبة الهريسة غاد ضيف القياس ديالة الحرورة اللي بغيتي لو بغيتي زعومي شوية فالحار ، زيدي شوية الهريسة وغاية الحار يكون شوية محدود – ديري القياس ديالة حين تكون لو العبار ديال هريسة – جلي ما يبغي الحار – كل ما كيف يحر الحار هادك الشيء – ما بغي trouلتك على القياس ديالة نهار سوف ننحركatie العناصر كلها – حتى تتجنسليها مزيان كأتخليوا فوق البوطه حتى تتجيس لكم مزيان هياء العناصر وعادة غضي فيه الجيج بعد ما فرتته من مزيان هنتو ما وكتحركي مزيان العناصير كلها كتحركيها مزيان حتى تجانس لك وغتخليوها حتى تبرد ليكم عادة غنبدو نمونتي في البسطيلة تيالتنا بالنسبة الزيت اللي غادي نستعمل في هاد البسطيلة أنا خدت غير الزيت ما كنستعملش الزبدة حين الزبدة كتعود ميها وكتميه لك الورقة أنا خدت غير الزيت وضفت عليه تحميرة والهريسة كنضيف عليه تقريبا واحد المعالقة كبيرة ديالتحميرة واحد المعالقة كبيرة ديالهريسة هو اللي كندهن به الورقة ديالتي دا بسافي غادي نعمل الورقة كالعادة معروف كيفاش كتجمع البسطيلة ديال بسطيلة أي بسطيلة غادي نفرش الورقة في القاع ديالتطاوة ديالتي أنا عملتها مربعة على شكل أختيت اللاطا ديال الفرن ديالي وعملت فيها هاد بسطيلة هدي اللي شاركتها معاكم اليوم بعد ما كملت الورقة كاملة عملتها في القاع ديال اللاطا ديالتي أنا ما كان عملش الورقة بزيف كان عمل غير هذو كل ربعة ولا خمسة الورقات ديال بسطيلة باش ما تجينيش بسطيلة عمرالية وورقة من الداخل غادي نعمل الحشو كما كتشوفو كان عمل غير نصف ديال الحشو وغادي نعمل فخوماج أنا خلط ما بين الفرماج الأحمر وما بين الموزاريلا وتوم شوفو اللي بغيتو بغيتو تعملوا غير الفرماج الأحمر ماشي مشكلة بغيتو تعملوا غير الموزاريلا اللي بغيتو تديروه ديروه بالنسبة لفخوماج سافي بعد مدرة الفخوماج الأول الأحمر ده بغادي نوزع الفرماج ديال الموزاريلا سوف نكمل الفرماج كامل نغطي به كطبقة ثانية كنعمله سوف نعمل الحشو كطبقة ثالثة سوف نجمع البسطيلة دياتي وبالنسبة للبسطيلة سوف نجمعها عادي كما تعرفوا ونحاول ندهني دياتي بذلك الزيت اللي انا عامله فيه التحميره والهريسه باش كتجي الورقه بنينه والذيده وغادي نخليكم مع الصور ونتلاقى معاكم المترجم للقناة اشتركوا في القناة بعد ما قديت البسطيلة ديالتي سوف يكون مسخنا الفرن غندي نديرها في الفرن حتى تطيب ليها على خضرة كنحاول من جهد الفرن كنخليه على عفية مهيلة وانتلقى معكم باش نشوفوا النتيجة هالبسطيلة ديالتنا بعد ما جبناه من الفرن اني قلبتها على الجهة تحتانية على السفلية اللي كانت في القاعد دياللاتة ديالتي وزينت على الشكل خديت الحشو من البسطيلة وعمرتهم كميميزات بحلاكة وزينت بهم بسطيلة ديالتي كنتمنى تعجبكم وتجربوها وكنقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله